طيب منو فيه اتصال هاتفي دلوقتي سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فليدامير بوتين فليدامير بوتين صرح المتحدث الرسم باسم الرئاسة المتشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول مسجدات الأوضاع في قطاع غزة استعرض السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهود المصرية للتهدئة تهدئة وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاسية وإجلاء الرعاية الأجانب والمصابين الفلسطينيين كل ده بتم من خلال معبر رفح بتعمل إجلاء المصابين وبالمساعدات كل معبر رفح يعني معبر مش مقفول مفتوح يعني والمصابين الفلسطينيين وقد اتفق الرئيسان عبدالفتاح السيسي وبوتين على تكسيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء وذلك تمهيداً لمصار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين هنا وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المشار أحمد فاهمي أن الاتصال بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس بوتين تناول سبل تعزيز العلاقات السنائية بين مصر وروسيا في عدد من مجالات التعاود المشترك إذن اتصال الرئيس بوتين اتصل به الرئيس عبدالفتاح السيسي طبعاً فيما يجري الوضع الحالي في غزة والتنسيق بين مصر وروسيا في هذا المجال وهناك طبعاً الترتيبات التي تم أيضاً في هذا الملف